طيب محكمة النقد برئاسة المستشارة عبدالله عصر قضت النهاردة برفض الطعن المقدم من أحمد دومة على حكم محكمة الجنيات التاني وقيدت السجن المشدد 15 سنة وتغريمه 6 مليون جنيه بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء الدائرة 11 إرهاب محكمة جنيات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي كانت قضت بالسجن المشدد 15 سنة لأحمد دومة وإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تلفيات في إعادة محكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء اللي بترجع لـ 2011 لما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى أسندت النيابة لـ دومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحياز الأسلحة بيضاء وملطوف والتعدي على أفراد من قوات المسلحة والشرطة حرق المجمع العلمي لاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه والحقيقة أنه في نفس القضية كمان تم تخفيف الحكم على طارق النهري الممثل المصري من المؤبد إلى 15 سنة في نفس القضية